أهلا أحبائنا من حول بحيرة طبرية أريد أن أتحدث عن المسيح والعبادة الحقيقية مكتوب أنه عن الله خلقنا لنعبده لنعبده وحده كما قال الرب يسوع للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فالله هو مستحق العبادة كما يقول المرنم أسجد للرب في زينة مقدسة أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة فالله خلقنا من بداية الأيام والله يريد أن يتواصل ويتفاعل معنا خلق الإنسان ليعبده ومن قديم الأيام من آدم عندما خلق آدم كان بيتمشى مع آدم في جنة عدن وحتى عندما أخطأ آدم وحواء الله صنع أقمص من جلد وألبسهما حتى يغطي العورة وابتدأت فكرة الذبيحة والذبيحة طبعا هي جزء من العبادة وابتدأت في آدم ونسل آدم لأنه نقرأ عن هابيل أنه بالإيمان قدم ذبيحة وأنه أرضى الله وبعد هابيل منقرأ عن نوح وعائلته اللي الرب أنقذهم من الطفان وأول شيء بيعملوا أو بيقوموا فيه بقدموا الذبائح وبيسجدوا وبيعبدوا الرب وهكذا إبراهيم أبو المؤمنين إبراهيم في كل مكان كان يبني خيمة وكان يبني مذبح ومنعرف القصة لما طلب الله أنه يقدم ابنه وحيده إصحاق على المذبح على جبل المرية ولكن الله استبدل ذبيحة بإصحاق وهذا كان يرمز إلى ذبيحة يسوع المسيح حتى نأتي إلى موسى النبي موسى طبعا بإعلان الرب بإعلان إلهي أعلن له كيفية العبادة الكاملة بكل معنى الكلمة والرب طلب منه أنه يبني خيمة للاجتماع ليس لأن الله يحتاج إلى سكن فمكتوب أنه الله مالك السماء والأرض وأن السماء كرسية الله والأرض موطئ قدمه فإذن الله غير محدود بالمكان غير محدود أيضا في الزمان وطلب من موسى أنه يبني خيمة الاجتماع وهذه الخيمة لتقديم الذبائح حتى يكفر عن خطايا الشعب وهذه الخيمة كانت عبارة عن خيمة فيها الدار الخارجي اللي فيها المرحضة للغسلات ثم فيها المذبح النحاسي لتقديم الذبائح ثم بتدخل إلى مكان يسمى القدس فيه ثلاث أمور مهم جدا المنارة الذهبية لإنارة المكان وخبز مائدة خبز الوجوه طعام الكهنة وفي مذبح للبخور كان أمام الحاجب وراء الحاجب يسمى قدس الأقداس وهناك كان الله يكلم موسى وهرون من تابوت الرب أو تابوت العهد كان يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة يكفر عن خطايا ويكفر عن كل خطايا الشعب وهكذا تنظمت العبادة في الهيكل ومكتوب أنه نزل مجد الرب وحل على الناس والله كان يتواصل مع الناس بعمود من نار وعمود من سحاب إلى أن وصلوا إلى أرض كنعان في كنعان حطوا الخيمة في منطقة تسمى الجلجال وبعدها شلو وفي أيام سليمان الحكيم شرع في بناء الهيكل العظيم نفس الشيء نزل مجد الرب على الهيكل فهذا تعبير عن حضور ومجد الله فإذن الله من قديم الأيام وهو يتعامل مع الإنسان وخلق الإنسان ليمجده ليسبحه ليعبده أيضا في العهد الجديد أحبائي مكتوب والكلمة صار جسدا يعني يسوع المسيح صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا في العهد القديم كان مجد الرب من فترة إلى فترة في فترات زمنية معينة في فترة مكتوب زال المجد من إسرائيل ولكن في يسوع المسيح حل مجد الله بالكامل ويقول التلاميذ الذي رأيناه الذي سمعناه وطبعا شاهدناه فشاهدوا وعينوا مجد الرب في يحنى 1.14 رأينا مجده مجدا فإذن العهد الجديد يضيء نور جديد على موضوع وعلى مفهوم العبادة ولسيما العبادة الروحية فابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر